رامي هو بطل الروايح ورامي إسحاق رامي إسحاق حكاية رامي مين هو رامي؟ رامي إسحاق هو من موليد مصر الجديدة وهو متربي قدام أسر البرون هو والجروب بتاعه هو حزم جمال ونزار خياط وهو كان بيعيني من مشاكل وهو صغير مع والده تنمر وحاجات كده على أثرها ساب مصر وراح أمريكا واشتغل وبقى مهندس برمجيات هايل بره لكن رجع وقت الكورونا وحب أنه هو يعمم الميتافيرس في مصر يعني خليها زي ما احنا مسكين كده سمارتفون فلا يعني حب أن الميتافيرس تبقى كده لكن في نفس الوقت هو بيحب البلد جدا فحب أنه يدخل فيها أو يدمج الأماكن الأثرية مع المشروع بتاعه علشان خاطر تلاقي جمهور مختلف يعمم ثقافة الأثار فبدأ بأسر البرون وكان منطقي أنه هو يبدأ به لأنه هو متربي قدامه فسامع عنه حاجات ومتفعل معاه منه أنه هو صغير أنت شايفة أنه إسحاق النحاس وهو واحد من أبطال روايتك كشخصية سوية ولو مش شايفة سوية كنت مش شايفة سوية ليه؟ دكتور إسحاق النحاس لهو أبو رامي ده الأب ده الأب الأب ده كان دكتور مخ أعصاب ومشهور ووائل آخره فهو حصلت له حدثة معينة بقى على أثرها قاعد فلما بيكون الإنسان كان في حاله وتبدل به الحال لحال تاني بالذات المرض فبيبدأ يراجع نفسه في كل اللي فات في حياته فهو سوي ومش سوي زينا كلنا يعني الناس كلها فيها جزء سوي وفيها جزء مش سوي إسحاق راجع نفسه وشاف أن غلطته مع ابنه هو أخد ابنه فور جرانتد هو ابنه ده هيسمع كلامه ومش هيروح في حتة ومش هيكون ليه أي رد فعل خالص مهما عمل فيه لكن اتفاجئ أنه هو ده مش الحقيقي ابنه هارب منه وروح أمريكا فبدأ يحاسب نفسه من جديد أخد مراته فور جرانتد أن هي على طولها تبقى موجودة لكن هي مراته ميتت فجأة اللي هي ماريز؟ اللي هي كلير كلير أوكي ماريز كانت حبيبة رامي ولا تخلى عنها هنتكلم عنها الأبطال بتوعي كهما المفروض أنه هما ناسا كانوا سكنين قدام أسر البرون هما سكنين قدام أسر البرون الأبطال حقيقيين أنا خدت الأسماء الحقيقية وخدت إبن الشخصية روح الشخصية الحقيقية لكن الأحداث نفسها مش حقيقية معهم يعني دي كانت أول رواية تبقى عندي يعني في الرواية بتاعتي تبقى الأحداث نفسها مش حياة أوكي طيب عايزة تكلم تاني عن ماريز وقصة الحب كلميني شوية عن ماريز أنا عايزة تكلم أولا عن الأبطال وبعدين نبتد يدخل جوها الأصر وجوها السرداب يعني عايزة بس أدي نبزة كده للمشاهد الأول عن أبطال روايتك هي ماريز كانت جارة رامي أه وتربه مع بعض ونشأت ما بينهم قصة حب اللي هي كلاسيكية جدا يعني أوكي وكانت منتظرة أنه هو تكتمل قصة الحب حل لكن رامي كان أناني وكان عايز يهرب من مصر أو خلاص مش عايز يبقى تحت سلطة أبو أه فضحب كل حاجة ضحب حبه ضحب مستقبله ضحب عيشته في مصر ومشي على أمريكا وسبها تتجوز تاني خلاص يعني باعها يعني فهي كان بالنسبة لها نية عشان تتخطى قصة الحب دي لأنها متربية معايا وكبرت معايا فعشان تتخطى ده أخدت وقتها وبعد كده اتجوزت وخلفت وجوزها مات وبعد كده رجع رامي فرجوع رامي كان بالنسبة لها تحدي يعني هل هرجع معاه زي الأول يعني كان فيه مشاعر كتير من جواها متضربة هل أنا لسه بحبه رغم كل اللي عده أولا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة